تقييمكم للواقع الزراعي في لبنان اليوم هل هو السلبي أم إيجابي؟ نحن بدنا نحكي بالواقع الزراعي هل هو السلبي أم إيجابي اليوم نحن خلينا نكون واضحين في خلل بالكطاع الزراعي خلل مزمن عشرات سنين وغير منتظم هذا العمل وفي عشوائية فيه وما في إدارة بهذا الملف حتى تحتوي هذا الملف لذلك نحن بالزراعة فيه فوضى عشوائية بينظم بعض المزارعين من خلال هن ممارساتهم وخبراتهم لذلك نحن اليوم وجدنا أنه بحاجة حتى ننظم هذا الكطاع أكثر ولكن هذا بده إمكانيات وبده طاقات وبده اهتمام الدولي مجتمع لأنه الكطاع الزراعي إذا بده بس تعتمد وزارة الزراع على تطويره ما فيه إمكانيات اليوم تعرفي أنه كل الإمكانيات المتوفرة بوزارة الزراع كتير دعيفة وقليلة وهي ما بتخليك أنك تتطوري وتتقدمي وتكوني مواكبي لكل تفاصيل المزارعين لذلك نحن هلأ بالحكومة في عنا توجهات في عنا أصرار حتى نطور هذا الكطاع ونحاوله من كطاع ضعيف إلى كطاع قوي وأساسي وخاصة خلال خطة الأمن الغذائي أو طوارئ الأمن الغذائي وأيضا من خلال استراتيجية اللي نحن وضعنا خطوطها العالية سنتحدث عن هذه النقطة معالي وزير ولكن اليوم تحتاج الزراعة للعديل المقاومات كما ذكرنا استمأد بذور ومواد أولية وغيرها ذات الكلفة العالية بعض الدعوات الأخيرة إلى التوجه نحو الزراعة برأيكم ما هي الفرص المتاحة أمام المزارعين؟ وهل فعلا نستطيع النهوض زراعيا؟ نستطيع النهوض إذا صممنا لأنه بدي يكون في عنا إصرار نحن عن النهوض الاقتصادي لأنه ما بقى في بديل اليوم بظل الظروف الراهنة الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية اللي عم تمر فيها البلاد ونحن كل مدخلاتنا الزراعية والمنتجات معظمة 70 إلى 75 إلى 8% ببعض المنتجات والمدخلات هي بتفوت من خارج لبنان هي كلها بالعمل الصعب لذلك نحن صرنا أمام أمر واقع هذا ما عد بدنا نفكر إذا نحن ننهض أو ما مننهض لأن نحن مجبرين أنه ننهض مجبرين أنه نبزل جهد بهذا الإطار حتى ننهض بواقع زراعي معين لأنه ما بقى في بدائل اليوم نحن ما بقى فينا نستورد بأسعار غالية بالنسبة للصرف وهذا عم بيكبد اللبنانيين والمستوردين سعر غالية وهذا أكيد عم تكون تبعية على عاطئ المستهلك أي الشعب كيف سيتم دعم المزارعين هنا؟ نحن من خلال السلة الغذائية وسلة المدخلات الزراعية والمنتجات كان في وضوح بهذا الأمر وهذا أساسي نحن اليوم أساسيات الزراعة الكين بزور والكين أسمدي والكين أدوي وكل الأمور التي تدور بفلك الزراعة هي كانت باللوائح المدعومة التي على 3900 ليرة ستكون ابتداء من الجمعة سنبدأ استقبال الطلبات بوزارة الزراعة وفك هايدي اللوائح حتى المزارع اللبناني يكون أول شي صار عنده استقرار بزراعته بيعرف هو هالمدخلات وهالبزور وكلها هايدي عم يعرف بأي سعر عم يشتريها حتى يحتسب أدايا هو ممكن يكلفه الإنتاج حتى ما يكون في عنده الاستقرار بالأسعار هايك نحنا منكون نحنا عارفين أدايا نحنا عم ندفع على هيدا المنتج من أول ما منبلش من البزور ومن ثم حراسة الأرض ومن زمر تسميدها ومتباعتها وكل إدارة هيدا الملف بتكون ستصير واضحة عننا التكاليف هل هذه الخطوة كافية لدعم المزارعين؟ سيد فاطمة نحنا ما نهي هيدا الخطوة لحاله اليوم نحنا بوزارة الزراعة ما عم نوفر جهد يعني نحنا اليوم رحنا بمجال استصلاح الأراضي من خلال المشروع الأخضر اليوم حس البلديات إعطاء صلاحيات البلديات لإستصلاح الأراضي اليوم نحنا في جهود عم تضافر في رجالات الدين ورجالات الطوائف فهن قدموا كل الأراضي يكونوا بخدمة المزارعين لتوسعة رقعة الأراضي اليوم عمليات إرشاد نحنا كل مصالحنا الإقليمية ومراكز الولايات الزراعة عم بيكونوا بتصرف المواطنين وحيكون في تعميم اليوم حيزر أن يكونوا بتصرف البلديات حتى كل الأراضي المنى مزروعة تزرع اليوم فيه أمور كتير يعني كل يوم نحنا عم بيكون فيه تطور بالواقع الزراعي لأنه نحنا أمام مرحلة وأمام تحدي كبير في تأمين الأمن الغذائي لللبنانيين ونحنا كوزارة زراعة نعتبر بأمام تحدي لأنه نحنا منوطة فينا هذه المسئولية وما عم نوفر جهد أكيد في تضافر جهود من كل الحكومة من رئيس الحكومة ومن كل القوى الموجودة بالبلد هي عم تدعم مشروع الزراعي بينهي الأمن الغذائي ما نلعب لقمة عيش أهلنا ومواطنيننا وأبنائنا وأطفالنا ما عادت لعب حتى نتعاطى معها بملف وكأنه خارج هذا الواقع نحنا أمام واقع وأمام تحدي كتير كبير مش عم نوفر جهد بكل الإطارات هل الدعوات الفردية للزراعة هل ستنعكس على الواقع الزراعي؟ هل ستؤدي إلى تنمية؟ طبيعي أنه اليوم فيه نحنا بس عم نقول زراعة تنمية عم نقول تضافر جهود اليوم الزراعة هي أحيانا تكون حيازات فردية صغيرة وإمرار عم تكون حيازات فردية كبيرة ولكن هدا التعاون اللي عم بيكون موجود ما بين هلأ بخاصة إذا في حيازات كبيرة اللي كانت أرض جمهوري أم بلدي أم أوقاف قد تكون حيازات كبيرة هدا بدي يكون فيه رعاية أولا لوزارة الزراعة والتوجيه وأيضا للبلديات بشكل مباشر حتى يكون فيه مجموعة من الناس مجموعة من الشباب هي تتولى هذه العملية ونحنا بدأنا بمسح الأراضي وخلال الأيام بتكون ممسوحة بكل لبنان الأراضي الغير مزروعة وهي تابعة للجهات اللي سميناها الكين جمهوري والكين بلدي والكين للأوقاف الدينية لذلك نحنا هذي الأمور نحنا أنا مبرح سؤلت هذا السؤال إنه قد نحنا نكون في تعاون وتقديمات وتسهيلات بالإمكانيات اللي بدأت توفر بين إيدينا نحنا كوزارة زراعة سنقدمها وتكون بتصرف هذول الشباب اللي هني بدون يقوموا بهذه الأعمال بس حددت الأراضي اللي ستصير عنا تبعت في أذهاننا صورة نمطية عن أزمة الزراعة في لبنان مزارع تفاح وبطاطة وأحيانا حمديات يعانون دائما من كسادي محاصيلهم فيحتجون برمي إنتاجهم في الشارع رمزيا مطالبين الدولة بتعويضات وما إلى ذلك هل سيتم دفع تعويضاتهم وهل سيتم عفوا معالجة هذه الأزمة؟ اليوم نحنا خلينا نكون واضحين نقول نحنا هذي الأزمات نحنا اللي عالقة عنا وخاصة بإنتاجنا اللي بيكون موسمي أحيانا نقول كل هذي الملفات نحنا حليناها نحنا بنا نكون عم نحكي بشفافي اليوم في ضغوطات اليوم نحنا عنا معاناة بالتصدير بتعرفي خط الترانزيت وعنا عقبات بالتصدير من خلال خط الترانزيت عم بيكون عنا مدفوعات كتير غالية حتى ما عم نقدر نكون منافسين بالسوق العربي اليوم عنا المعايير اللي ما كانت عم تعتمد من عشرات سنين معايير ومواصفات المنتج حتى نحنا نروح على السوق الأوروبي ونحنا عنا اتفائيات كلبنا مع الاتحاد الأوروبي لذلك نحنا اليوم بس نجي نقول بدنا ننظم هذا القطاع بدنا ننهض بهذا القطاع هذا ما بيننهض بفترة قليلة بالعكس نحنا اليوم اللي عم نشتغل عليا عم نشتغل عمشروعين أول مشروع خط الطوارئ الأمن الغذائي اللي مطلوب نحنا نزرع كل الأراضي وأركز وأؤكد على الحبوب وعم نشغل نحنا على استراتيجيات استراتيجية اللي هي نحنا كيف ممكن نقدر نعطي منتج ذات معايير وذات مواصفات نقدر نطل فيه ونكون منافسين بالسوق العالمي لذلك نحنا اليوم بلبنان فعلنا ونشطنا اللجنة المتابعة الدولية والتنهار التنين أنا حيكون عندي اجتماع مع 23 ملحق تجاري للبنان بالعالم عبر الأونلاين حتى نفعل هايدي القلالية ونشوف كل دولي شوفي عنده معايير شوف تطلب معايير لكل صنف من المنتجات اللبنانية حتى نحنا نكون عم نشتغل عليه وهيكن هدا عمل مضني هدا بده متابعة بده التزام من المزارع اليوم نحنا بس نقول فيه معايير واحد اثنين ثلاثة حتى نحنا نقدر نصدر على الدولة الفلانية تعرفي انت معظم الدول من خلال سلامة الغذاء صار عندها تطلب معايير ومواصفات معينة نحنا بلبنان كمان بدأنا نشتغل كماني ع وزارة زراعة سلامة الغذاء لذلك أولا نحنا من خلال الإرشاد من خلال التوجهات اللي حتصير وهيدي خلال أشهر قليلي بل أسابيع حيكون في إرشاد لكل صنف من الفاكهة والمنتج الوطني كيف ممكن هذا يتقدم وينزرع حتى نحنا نكون عندنا هذه المواصفات والمعايير نقدر نتصدر فيها لأنه الكساد عم بيصير لأنه ما عم بيكون في معايير عند المزارعين وعدم متابعة وعدم قدرة وزارة الزراعة عشرات سنين على متابعة هذا الموضوع نحنا عم نبذل جهد قدر مستطاع ولكن هذا أنا أبأكد لك أنه هذا بده إمكانيات وبده ثقافة مجتمع ومزارع أنه يقتنع أنه أنت اليوم لا تقدر تصدر بده يكون عندك مواصفات ومعايير محددة بدك تلتزم فيها فقط تركيزا على دعم المزارع مع الوزير اسمح لي أن أعيد السؤال المزارعون اليوم بحاجة للدعم خصوصا مع ارتفاع سعر سرف الدولار نريد أن نركز فقط على هذه النقطة من أجل بلوغ الهدف المنشود اليوم نرى التلاعب بسعر الصرف هل ستخصص الدولة ميزانية لدعم هذا القطاع؟ خصص ونحن خلينا نكون شفافين بالأمور هذا أعلننا عنه بالحكومة واليوم كل المدخلات الزراعية من بزور وأسمي دي وكل ما يتعلق حتى بالأعلاف للحيوانات كله هذا صار مدعوم وعا سعر 3.900 ليرة أساسيات الزراعة أصبحت مدعومة يعني اليوم نحن هذا صار وخلفنا نحن نحضر الإلية وعن نحسم كل الأمور حتى ما يكون فيه إعاقة بمحل معين لأي مواطن أو أي مستورد بده يقدر يجيب على لبنان حتى يكون كل وراءه ومستندته كله أنونية ونحن من نهار الجمعة حيكون هذا الموضوع بمتناول الجميع يعني النهار اللي بيوصل اليوم نحن جمعة عطينا إجازة بعد أسبوع عشر تيام دخلت البضائع بدأت تصير تنباع على سعر صرف 3.900 هذا موضوع أنا بأكد لللبنانيين وبطمنهم لكل المزارعين بلبنان أنه هذا الموضوع صار خلفنا وبالأيام القليلة القادمة سيصبح في لبنان السعر موحد لهذه المدخلات هو على سعر صرف 3.900 ليرة أنا غير راضي وأنا أطلب أنه يعود السعر لـ 1.500 ليرة ولكن كلنا منعرف الواقع الاقتصادي والمالي بلبنان وهذا نحن أمنيتنا وهذا طلبنا ولكن هل يتحقق؟ خلينا نقول نحن أنه على 3.900 ليرة منقول الحمد لله أنه نقدر نعمل استقرار بهذه المرحلة على أمل بأشهر القادمة نرجع يصير في استقرار مالي واقتصادي عندنا وترجع الحياة الطبيعية ويرجع صرف سعر الدولار مش 1.500 نأمل إلى مدون 1.500 وهذا بيكون عم تحسن واقعنا الاقتصادي وهذا أملنا بلبنان بالتركيز على برنامج الذي تعمل عليه وزارة الزراعة لدعم المزارعين هل هناك خطط لمشاريع زراعية ضخمة؟ طبعا نحن بوزارة الزراعة عندنا نحن عدة خطط لمشاريع واليوم نحن باستراتيجيتنا وضعنا أولويات اليوم في شي عيني حيكون للمزارعين نحن عم نعمل عيني بدو يتقدم سريع وهذه بخطة الطوارئ اللي عم نركز عليها وبسألك خطة الطوارئ أن نحن عم نركز على مجال معين نحن فورا بدنا ننطلق للزراعة اللي حتى يكون عنا إنتاج سريع وخاصة بالحبوب حتى بالأشهر القادمة ما يكون عنا إرباك معين ويكون عنا إنتاج محلي ولكن نحن من خلال وزارة الزراعة أيضا عنا عشرات البرك عم نشتغل عليها عشرات طرقات الزراعية عم نشتغل عليها هؤدي الأمور استصلاح الأراضي نحن عم نشتغل عليه هؤدي الأمور اللي هني بحسنوا وضعية المزارع وبيأمنوا له خدمات أيضا نحن عم نشتغل باستراتيجياتنا عم صندوق دعم للمزارعين هذا صندوق نحن مشروع القانون صار بالأيام القليلة بيكون منتهي مشروع القانون وسنحيله إلى الحكومة أيضا أنجزنا مشروع قانون استزراع السمك وأصبح في الحكومة وأكيد سيصدق عليه بالحكومة ويحال إلى مجلس النواب أيضا عم نشتغل على مشروع قانون تخفيض تعرفة سعر كهرباء للمزارع وأيضا عم نشتغل على مشروع حتى نشوف أقلية الري للمزارعين وخاصة بتعرفي أنه توقفت حفر كل الأبار بلبنان وهذا شكل أزم كبيري للمزارعين لرأي مزروعاتهم لذلك نحن عم نشتغل على هذه استراتيجيات هذا الموضوع وهذا أمر متعب ومضني حتى نحن نيقض ولكن نحن عم نأسس لمرحلة جديدة بالزراعة بلبنان أنه يصير فيه قوانين تحمي المزارع يوم تيجي عاصفة أو بيجي كارسة طبيعية المزارع كل مزروعاته وكل أملكه اللي كانت بيوت بلاستيكية أو أشجار تتعرض لزويلة بهذه العاصفة ما بيكون في حدا عم يعود عليه لأنه عم تيجي الكشفات عم نبقى عشرات سنين بالآخر عم بتعود عليه شيء بسيط نحن عم نسعل حتى يكون في صندوق فورا يدعم بالظروف الغير متوقعة وبالظروف الطارئة اللي بتحصل على أي مزارع أضرار نحن نكون حده وإلى جينبه بهذا الأمر حتى نكون نحن محتطين وحاميين هذا المزارع وريسمين له خارط الطريق حتى يكمل بالزراعة وأيضا عم نعمل كمان عم مشروع أنون لضمان المزارع لأنه المزارع عندنا بلبنان هو في مهب الريح نحن هؤلاء الأساسيات والستراتيجيات اللي عم نشتغل عليهم وأيضا هناك الكثير من الملفات مع المنظمات الدولية نحن عم نشتغل عليها كمان هي بتعمل مشاريع كبرى عندنا بلبنان وهي دي اليوم نحن عندنا توقيع اتفائية مع الفاو بمشروع مدد هذا كمان فيه الكثير من الإنجازات اللي حتم بلبنان إن شاء الله بحسب تقديركم على الوزير ما الوقت الذي يحتاجه لبنان ليكون مجتمع زراعي منتج وهل ممكن أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي برأيكم هيدا بده مراحل اليوم السيدي الغذائي هي مطلوبة يسعى ويطمح وأنا كوزير الزراعة أسعى وأطمح في كل يوم وأعطي جهد وأبزل جهد ولكن خلينا نقول نحن هيدا بده عمل تراكمي وتعاون كبير وجد كبير اليوم نحن بأتيكي مثلا بالشقة الحيواني ناخد مثل الشقة الحيواني اليوم حتى نحن نوصل للسيادة الغذائية فيما يخص إنتاج اللحوم والأجبان والألبان نقول نحن عندنا اكتفاء ذاتي لحوم وأجبان وألبان هيدا العملية بده تتم بده وقت اليوم نحن عندنا سروتنا مثلا الحيوانية فيها خمسين ألف بقرة حلوب وولادي نحن بالعام نستورد حوالي ميتين وعشرين ألف راس عجل لللحم يعني أنت بدك إنتاجهنها وليكون بدون إنتاج موجوب بديكون عندك أنت ميتين وخمسين ألف بقرة حلوب أول شي تنتج الحليب لحتى تغطي الـ 65% عجز الحليب اللي بيروح هو عنداج الأجبان والألبان والحليب وأيضا عندك فيما يخص اللحوم بدك ميتين وعشرين ألف عجل وأيضا الولادات الثلاثين ألف هني بيروحوا حتى يصير في استمرارية بتعرفي لأنه الأبقار هي على السبع سنوات ما بتعود ولادي ما بتعود تنتج حليب تروح للدبح كما بدك ثلاثين ألف كل سنة حتى يتطور هيدا القطاع يظل هو عم يجدد نفسه هيدا القطاع هيدا عملية ولكن اليوم نحنا بنجي منقول قدي تكاليف بهيدا الموضوع هائلي بدك مساحات بدك إمكانات بدك رعاية لهيدا القطاع وهيدا نحنا حاطين نحنا عمدة عشر عشر سنوات هيدا أنه يتم لأنه نحنا ما نكون صريحين ما فينا نجي نحط نحنا استراتيجية ونقول واحد اثنين ثلاثي هيدا بده يتم ولكن بدنا نشوف قديش إمكانيات الدولة قديش بده ترعى الدولة هيدا القطاع قدي بده تعطي أهمية للكطاع الزراعي نحنا لتاريخي اليوم ست فاطمة موزنتنا 52 مليار ليرة هي معاشية موظفين اليوم المشروع الأخضر موزنته 11 مليار ليرة هني ممكن يشقوا طريق زراعي واحد يعني اليوم الأمال كبيرة التفائل عندنا كبير لأنه هيدا نحنا بلبنان هيك منتفائل عطول منتأمل الخير اللبنانيين عطول متفائلين يتعاونوا يتضامنوا في وجه الكوارس اللي بتحل ببلادهم ونحنا اليوم أمام أزمة كتير كبيرة أنا اللي بتأملوا أنه اليوم كل اللبنانيين بعتقد خرجوا من بيوتهم إلى الزراعة إلى الوقوف إلى جانب وزارة الزراعة ووزارة الزراعة توقف إلى جانبهم بالإمكانيات المطلوبة ونحنا مش هنوفر جهد لخدمة هيدا المواطن لخدمة هيدا المزارع اللي هو ما ترك أرضه رغم كل الظروف القاسية تمسك بهيدا الأرض ورغم أنه نحنا فيه عندنا أماكن بلبنان ومناطق بلبنان تعرضوا للتنكيل وللتشريد وعادوا إلى أرضهم لأنه نحنا نؤمن بحب الأرض وحب الزراعة لأنه مجتمع يؤمن بهيدا الحياة بهيدا الوطن بس تعليقا على نقطة صغيرة فقط يعني هلأ نحنا بحاجة لعشر سنين لقدام كرميل أنا عم بحكي بقطع بقطع طب نحنا مراهنين على هيدا القطاع اليوم في رهان أن العالم ترجع على طب إذا نحنا بيحمل ننطر عشر سنين مع الوزن أنا عم بحكي بقطع اليوم نحنا نحن عم نحكي بالسيادة الغذائية سيد فاطمة أنت عم تقولي أنه اكتفاء ذاتي حتى نحنا ما نعود بلبنان اليوم انتبهي وقد لا يتوفر للسيادة الغذائية نحنا نقول من هلأ العشر سنين إذا نحنا كان فيه دولة يعطي رعيتها وفيه دعم لهيدا القطاع بده لنقول اكتفاء ذاتي بيستروي الحيوانية من لحوم وحليب وأجبان وألبان حتى ما نعود نحنا نستورد من الخارج فيما لو توفرت الأموال والدعم يعني بتعرفي اليوم استصلاح الأراضي لحاله عندنا مئة وعشر تلاف هكتار بدهن استصلاح نحنا حطينا أنه إذا بنقدر نستستع عشر تلاف هكتار بالسنة هذا تكلفتهم مئتين مليون دولار يعني أنت عندك مئة وعشر تلاف يعني عندك مليارين وخمسمائة مليون دولار استصلاح الأراضي حتى تصير عندك رؤعة واسعة من الأراضي الزراعية بهذا الأمر يعني اليوم إذا وفرنا مليارين وخمسمائة مليون دولار نحنا يمكن بعد سنة نكون استصلاحنا كل أراضينا ولكن هل تؤمن هذه الأموال هل سنجد هذه الأموال نكون واضحين يعني نحنا ما بنقول أنه نحنا فينا نوصل للأمن الغذائي أو للسيادة الغذائية إذا ما في جهود مبزولة اليوم هلأ كل الجهود المبزولة اللي عم بتشوفيها هي على عاطق المواطنين في اليوم مواطنين هي عم بتقدم عم تضحي عم تروح تزرع عم تروح تشغل بتوجيهاتنا ولكن نحنا فيه إمكانيات صغيرة خلينا نقول نحنا قدمناها من خلال توزيع الأدوي من خلال توزيع الجنزارة والباسيلوس ودوى زبابة الشرق المتوسط وزيت الشجر وهلأ فيه إمكانيات جديدة هلأ حتتوزع تماني بالأيام والأسابيع والأشهر قليل قادمين نحنا فيه ملفات عم نشتغل عليها ولكن هل هي هذه الإمكانيات كيفية لأنه نحنا نصل إلى السيادة الغذائية والأمن الغذائي يوم الأمن الغذائي والسيادة الغذائية هو موضوع في دول عظمة ما قدرت توصل للسيادة الغذائية لا تزال تستورد في دول من أعظم الدول ودول عندها قوة عظمة وعندها أراضي شاسعة لم تصل إلى السيادة الغذائية والاكتفاء الزاتي لأنه اليوم بس نقول اكتفاء الزاتي اليوم هن عدة دول هن عندهم اكتفاء الزاتي أي عندهم كل المنتجات بيقدروا يسكروا حدودهم ويأكلوا ويشربوا ويستمروا بحياتهم من دون احتكاك بأي دولة أخرى لذلك هذا هو الاكتفاء الزاتي والسيادة الغذائية نحن نطمح أن نصل إلى الاكتفاء الزاتي ببعض الكطاعات الزراعية لأنه بسير الكطاعات ما بعتقد أنه لبنان عنده الإمكانيات والمساحات والقدرات أنه نوصل بأوقات قريبة إلى السيادة الغذائية والأمن الغذائي الكامل أي الاكتفاء الزاتي ولكن نحن نرفع من نسبة منتجاتنا ونخفف من نسبة الصادرة يعني يوم نحن فرق ما نستورد 70% ويكون لدينا إنتاج 30% لايما منطلع إلى 70% إنتاج بيكون لدينا استيراد 30% هايك نحن نخفف من هروب الدولار منكون نحن نقوي إنتاجنا ومصيرنا عم نصدر عم يفوت دولار بدر ما يطلع دولار كمية كبيرة يعني هايدي الحركة الاقتصادية الدورة الاقتصادية تستمر وتكون منتظمة ويعوض في قطاعات أخرى شكرا لك مع الوزير